السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في قناتكم قناة أميرة إن دويت لاندلي ومن شاء الله غدا ندير بكم جولة تانية في محل الدائم وغدا نجاوب على الأسئلة ديالكم بما أنه وعجبكم الفيديو السابق غدا نبداليكم أولا أخواتي بإيجابة على واحد سؤال واحد البنت سؤولة نيجة لإلهام فين القدر القهادي كما تشوفوها هي خرجة جديدة ماركة إيبيلين ليست دير الدائم غير هاد النوع البنات سنقول لكم هادا خطير 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 إلى ما عرفتموش تستعملوه مثلا هادا خاص بالجسم كتديروا الزيت وكتبدوا بطريقة ديال المساج هذا البنات صراحة نعجبني إيبيلين دايرة بإحتياطات الواجيب تيخذوا مثلا المرأة الحاملة داء السكرية الناس اللي عندهم قل من 16 عاملة مثلا البشرة الحساسة المنطقة الحساسة بسفت البلايس تحت الإبطائنا البنات منوع منوع الشيء عرفتمو تيكبد وكاتبينا هنا يكبد الدم في واحد الجيهة إلى ما عرفتموش تستعمليها فتجيت صدقي بحلقة تكحلات عمية هنا نقول لكم هادا مثلا الأغلبية يدرون على وديت باشي نقصو سيلوليت ولا الشحمة ولا ما نعرف أشنو كاتبين هادا في ديال إيبيلين ما كاتبينش قاعد القاضية ديريلك فقط تحسين من صورة البشرة وكاتبين 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 من ماركة فينيال واحد الأخذ شاركت معنا في الإنستغرام سباح الخير إلهام بلدت مبارتاجي معكم على البنات هاد الكريم دوش روعة فيه ريحة مجهدة ويجعل الجسم ناعم وخواتر هادا كلاسيك تماره ضغط كاللي في الورد وكاللي كلاسيك المهم هادا المنتوج أخواتفي فعلا الريحة مجهدة ولكن مش سيليالي نهائيا كتر من القياس هي واحد الريحة ناعمة تعجبني حيث هي غادا الوردية ولكن في نفس الوقت مجهدة بزاف وهااد المسألة معجبتني ويجعل الجسم مرطب يمكن ان اخذكم لدي جسم البشرة جافة كثيرا بالنسبة لي نعطي 6 ساعة لعشرة من فوتاج فيه ومسألة الروائحة لبنطرة مسألة أضواق والأضواق لا تناقش بطبيعة لحسن حسارة مرأي للبنات بقع اللي قالوا انه طب وروعة ثمانعة وتانية ما عجبنيش أورو 95 وبالنسبة للبنات اللي سولوني على المكونات ما نقول لكم تنزيد اللي فيه ماشي شي حاجة تنزيد رخاص بزاف ماشي ديال اورو 95 صراحة غدا ندوز الواحد لما انتو سولوني لبعض الاخوات كيف اجيكا الام هذا اللي عبارة عن كابسولات ديال غيتينول من الماركة بالية فيهم الديميتيكون اللي بنات اللي والسيليكون ثمن خمسة وسبعين سنت لا غلع لمسكين ولكن للأسف غدا تقولوا اللي وش فيه الغيتينول بعد اللي فيه الباكوشيولة البنات اللي هو الزيته هو باديل تقولك ديال الغيتينول فيه باقفا وفيه الدميتيكون السيليكون مش حال ادخذكم ما بقيشة نستعمل هادو الكابسولات ديال بالية من نهار عرفت انهم فقط هما من ناحية الفاعلية يرات طبوا رائعين وانا واحدة من الناس اللي كنت شكرتهم ليكم مش حال هذا ولكن ديما تنقول لكم البناترا فيهم السيليكون دائما مع جديد محل البالية خرجت لنا كريم مقشر على شكل كريم 8-95 سنت ما كنتش لقيته الأسبوع لي فاليوما لقيته البناترا نجد ربسه مبدئيا في اليد ديالي حرير الشي شوية ما نقدرش نديره الوجهي شخصيا فيه الزيت اللوز فعلا وفيه مقشر ميكاني كله وجهي من لافاشتاين وفيه الرائحة الغريبة العجيبة ديال بالية لما كنت تعجبكم ميت تغسلها دم غاداش نحكر وإلام ما كنت تتم مشكل وفيه الإحساس ديال التقشير كاين غير كما قلت لكم شخصيا ما نديروش الوجهي اللي يدير اللي يركبية اللي محتاج الجسم ديالي نقدر نديروه كذلك ولكن الوجهي لا كاثبي للبشرة الحساسة والجافة جدا نعم حيث فيه زيت اللوز فيه لنا البنات جيت اللهنة أخواتي منتجات نيفية كما قلت في الفيديو الصابق لقد رأيي الشخصي والصريح مكوناتها مكونات خايبة هادك شي علاش ماختكم ما تتجربت تحاجة في هاد الشي لعدة أسباب قرأوا في المكوناتها لبنات واحد البنز قلت لي يا دكتور سيداناني قال أن مكونات مكونات مزيانة وطبيعية أنا ما تنضربش في الهضراء ما عرفش إنه منتوج بالطبط هو اللي يهضر يقدر يكون شي واحد فيهم فعلا مكوناتهم مزيانة ولكن لا كانت يهضر على هذا الانتي بيغمانت فلكن ديال الكلف وديال ديال تنقول لكم البنات ما تطيقونيش وما تطيقوا التواحد ما تطيقوا التواحد تعلموا أنكم تبحثوا تقلبوا انتي براسك شدي المكونات وديري الكوتشيك وخدتها ما سنتطيقوش ديما مليون في المية هتلقاوا المكونات كان واحد المكوين فيه بعد هذا اللي تؤثر على الهرمونات كان المكونات للأسات تؤثر على الهرمونات كان المكونات مثل غريبة لك فيه ديميتيكون والسيليكون فيه كذلك بارفين وفيه كذلك السيئي والمولوينات المهمة لبنات شوفوا حاولوا أنكم تتعلموا تقلبوا تبحثوا وتحيدوا ذلك الطيقة العامية لا فغيروا تنتحدكم شي واحدة في يوسيب تقول لكم هذا بعد ذلك شامبو كما تشوفوا بحل الكسيتان البنات الجديد المحل الدائم ساعة ورخم الساعة ورخم الساعة ما غدا نوريكم شنو كي نرى شريت جوجو جربتهم مبدئيا نقول لكم رأيي الشخصي والصريح خديت الشامبو خديت الدميلوغ هذا اللي مصاوبين البنات ب الاكستراكت دي الخميرة البيرة واو انا عرف سخصكم سمعت خميرة البيرة لبنات خميرة البيرة رخصكم تشربوها مثلا وماشي تديرو لشعركم هذا من نوع اللي داخل في التصويق تيقول لك شريني تيقول لك شريني حيث انا في خميرة البيرة اكستراكت المهم تينزيدي اللي في قرأتهم تينزيدي زوينين أليفين على الشعر مافيش هدوك تينزيدي المجهدين الواعرين ولكن في السولفات اللي كنتوا تسولوني مكوناته مكوناتهم مكونات طبيعية 190% قريبا خديت حتى المولايين المولايين عجبني كتر مبدئيا البنات فيهم بجوجو مواحد ريحة ماعجبتني لي ريحة كيكا كيكا تطيب بالنسبة للشامبو الثاني هذا فيه زيز بودور نزيد بودور القناب نزيده براسة على الشامبو لم أعجبني شوه أنا حصلت على بحال هذا الشامبو اللي تدير ستاء ورخمسا ودسعين يعني أنا خدمت زي ما شوية مطورة أخذكم بالنسبة للمنتوج من نفس الماركة كأن السلسلة الثالثة اللي هي خاصة بالشعر الملون اللي جاءت في الأحمر مصابة بالقوجي بيرن كل حاجة كما تشوفوا الشامبو مولايين الخلاصة فهو كامل الشامبو جاني داير بشي بلسم ماشي متيرغوش مزيان الريحة ديالو ما عجبتنيش الدماء لو عجبني ما عجبتنيش الريحة ديالو هاتش ما بدائيا البنات والثمن بطبيعة الحراء غالي حيث كاتبين 98% بيو هذه الحضرة كاملة بحال شكل ديال ناتو كوسميتيك خرجت أغالبي هذو ديال الخيوط اللي تديروا ما بين سنينات تدنقى بلو سنينات مهيما بزفة البنات هذو أورو 99% تديروا تحيط الأوسخ اللي تدقوا المتاركي مع المرسوسة متضر بيكم ولا هذو أصفرية ولا هذو كحولية اللي تدجمع بعض المرات عند بعض الناس أورو 95% غدا ناخده حتى هو بنات هو الشعير هنا يكاين في الدأم تدير أورو 95% غاستن كاوبن كانوا حيدوه من السخطي من ترعودوا ورجعوه المهم في هذا المحل اللي أنا فيه هاد شي فايتم شاركه معاكم هنا يوم واحد اللي تسولتني على هذا سكر دياله قاسب السكر ثانيدة قاسب السكر بيو البنات أورو 95% زيانة ولكن شنصرق ما بينهم ما بين ثانيدة أخرى هذي ثانيدة زيما تكون طبيعية مئة في المئة ولكترى كل شي سكر مثلا سيرو ديالالرز ولا ما نعرف تباو لا تموضة تستخرجوا السانيدة ولا السكر من مكونات طبيعي منتوجة طبيعية مثلا أو العجب بالنسبة لي تنقص عليها السانيدة مثلا ناكلها بثافة البنات تيرى الرجيم حقا واحد الأخت مؤخرا نزولتني على شفايزة شتاكه هي الناشا هي مايزينة مثلا نستخدمها من الدائم حيث ينرخيصها في بيديل وقالدي وفي ممشيت والبنات خلال الاسم شفايزة شتاكه ها الكوسكوس متاع الحمصة على البنات غالي من مادة الجلوتين ومادة اللاكتوزة وهنا يسمي ديالتينكل جدني غالية من شريهاش مئة ناخد ناخد الموسلي ولا رقائق الإيلان هذا البنات واعر بالسافة سنكرس بها العجينة وتقدروا في الموسلي وتقدروا في وتقدروا في الموسلي اشياء جزء ورخمسة وعشرين فيديل واعر بالسافة هذا البنات يحمق أنا بعدها يعجبني في الخبس يجي مقرمش مقرمش ندوز العسل اثار انتباهي العسل ديال اللافندل هو الخزامة النحيلة تكونوا رعاو الخزامة وتكون في ذاك المعطاق تقل لك ديال الخزامة الخزامة فما نعرف لبنات هنا خذكم تحرمت من العسل ربعة ورخمسة واربعين تيدير خالي من مادات الاكتوزي وال القلوتين وهذا تهو مش جديد هذا تشتو هذك المرة سميتو اكاتين هونيك تهو واحد من نوع خاص هذا تشغل في بعض الدول وخهنا الألمان توا تيديرو ما قل لك صحيب جدا هنا في ألمانيا فهذا نشوفه هنا دولة لكي تعرفوا حرة البنات خاصة تكون دولة واحدة من الأحسن ما يكون مخلط اي او مثلا بولغاريا يمكننا أنه أنه هذا حر طبيعي 100% الخزامة سنجيو لها تهي ما تتسولون البنات كمعطر كمعطر للملابس فاغنال البنات كمعطر للملابس فاغنال البنات لا تستطيعون مسألة العطور البنات مسألة أضواق ستختلف من واحدة فاغنال تعجبني و تعجبني فيها الجزغوز واللون المهم ستسمعوا الخنافيس الصغار معلين المهم ما نريكم هنا المهم مبزا هذا هذا ستضرهم في آلة الكهربائية هنا وهنا وهنا لن يخسر لكم آلة الكهربائية تسمى و تكون خاصة لهذا فقط مثلا الأكواريوم وهذا شخصين سنأخذه المصلح ثمان غير 75 سنس هذا هو المعاقم المعاقم الملابس عمري ما درته الزعمة الحويجة ديالبنتي او نوريهم لكم هذو كلهم معاقمات اللي تدارو مع الحويج في الباكتيريا الفيروسات هذو 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 علامة دي ما شوفوا العلامة هذو 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 كله معاقمات للملابس ساق غوطان رمعروفة وماركة دينك ميت ديالتام هذو جيت لهذا المكان أخواتي بنجاوب على بعض الأسئلة ولبالأحرى غدا نوضح واحد المسألة تفاجأت صدمت أنه البناس ما عارفين شنوال بغاية هذو واحد الأخس قلت لي ما عمرها ما أعطيتهم لبنتها بطبيعة الحال بطبيعة الحال تنصح جميع الأمهات أنتي الطيبة الخضراء للوليدات وكل شيء ولكن هذو رأى البناس بعدها بالنسبة لي صاريلاك رأى مهم بزاف كنت كان أعطيه البنتي بزاف وكنت أصح ماق عليه وكنت كان قوله بسن ديلا الحوت فيه كنت كان ديلا أي حاجة ما تتعجباش يتاكل ببوحديثة فمثلا نشوفوا لي البناس هذا وطريقة الاستعمارة سهلة كل شيء واضح في الصور يا إما تقولك زيدي الماء سخون ولا زيدي مثلا الحليب الحليب سخون فأكيد تتعرفوا سيريلاك شنا هو مثلا هذا ابتداء من 6 شهر أو كين ابتداء من 12 شهر اللي هي سانة سيريلاك على البناس هو البغاية هو القترايدي برا هو عدة أنواع غدا تلقاوا بعض الأنواع مثلا غدا نشرح لكم شيء وحدين باش تفهموني كتر مثلا هدا أخواتي دي الماركة ميلو بابي وكاتبين سبعة كورن يعني أكيد غاد يكون فيه شوفن شعير دقيق القبح الكامل فيه الدينكل دقيق الأرز دقيق الدورة عندهم بزاف بزاف بعض مثلا ملت تشوفوا سبعة ولا مثلا ثلاثة كورن غاد يتقلبوا المكونات خاصكم اللي تردوا لي بال مثلا هذا مافيش مادة السكر يعني خاصوا يكون خالي من مادة الساندة ولا تكونوا كاتبين يعني مافيش السكر هاتجوش كلمات هم اللي يردوا ليهم البال وما البقية طوب رائع جدا الوليدات وكانين عدة سماركات وراكم عارفوا ان الجودة ديال منسوجات خاصة بالأطفالات تكون دات جودة عالية غير نقول لكم ديما اردوا بالكم ديما ادخلوا لذلك الموقع الرسمي اللي وردتكم ديال غيك غوف اللي تيقول لك رجع المواد بالنسبة الوليدات كونوا أكيد ان شاء الله نبخطى جي معكم لكن شي حاجة فيها شي مستيبة نكون من شاء الله من الأوائل سواء في الكميونيتي ولا سواء هنا بالنسبة الهادو اللي سولتني عليهم حتى واحد الأخت قاتل لي الى معارفة غاد تقولي لي انه طيب وديره ولكن شخصيا كنت اديه معي في الصفار الى خرج شي خرجها البنات ما تديش معك اذك شي واجد مصاوب فمثلا هادو تينفعوا هنا مسألة حلالا طيبا يلي خاصكم تردوا لالبال فقط غير تلقوا المكوناتها هما مزيانين بيو ديك الهضرة كاملة بحل مثلا كينا ما عطيشها الكوسكوس مهم ستبقوا تشوفوا المكونات بحل مثلا هذا حلالا طيبا عندكم مثلا هذا هو حلالا طيبا غير ديال الخضار فيه الجزار وكذلك الاربس هو الجلبانة ابتداء من 6 شهر مكتوبة اب زكس مونات يعني اكيد ابتداء من 6 شهر بنتي كنت تحمق لي على هادو البنات ديال ديام بيو اللي فيهم تفاح البانان بحل مثلا هدا فيه الإيلان حبوب الدخن كذلك مدخلين فيه مهم هادو كما تشوفوا رأي 55% تفاح 24% بانان الى غير ذلك كنت تحمق لي على هادو طبيعي الحل كنت تنوكلهم لا غالبا إلا كنت غدا نخرجها بحل مثلا هدا فيه الكولاش رأي الكولاش رأي الكولاش رأينا الحم دياله وما داكو عنده محدة ديال الكولاش عندك هدا مثلا سباكيتي بولينيزيادة رأينا مشي حلال صافي مثلا لكانتجاج كذلك لكان شي موطزاريلا ما نعرف لمهم شوفوا المكونات اللي بنات زوينين بزاف السفر يلا خرشوا شي خريجة وعرين طيب آخر حاجة غدا نشارك معاكم مثلا هادو لقيتهم على براء البناز هنا كما تشوفوا كوكوس ماندل هدا موسليم خلاط وديرين فيه واحد الزيت ديال بغيتكم تشوفوا المكونات وثلاثة أورو فاصلاتي دير وهو كوي الأساسي ورأي سيره هو شوفان وشوفان بنيسبة عالية زوقت بيع هنا وغير فقط باش نقول لكم ردو بلكم من هاد الاشياء هادي خمسة في المية فقط لو سبعة في المية كوكوس رابسلن وما تبقى غير شوفان وديرين ليه ثلاثة أورو خمسة أوربعين المهم أخواتي وصلت نهاية الفيديو ديالي غدا نخلص اليوم ان شاء الله بالبونكتة يعني بالنقاط ديال باي بيك فترقبوا قريبا ان شاء الله التتمة ديال الجزء الثاني ديال الباي بيك كاختة غدا نوريكم تكيفاش تحصلوا على النقاط تحولوهم الى هادشي هادشي اللي تشوفوا هنا رأخذكم خلصاتوا بالنقاط السلام عليكم